بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتحدث في هذه المحاضرة والمحاضرات التي تليها عن أنواع مشتركة بين المقبول والمدود ونبدأ بالنوع الأول وهو زيادات الثقات نبدأ بتعريفها فنقول المراد بزيادات الثقات الزيادات جمع زيادة والثقات جمع ثقة والثقة هو العدل الضابط والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث أشهر من اعتنى بهذه الزيادات هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار العلماء فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها وممن اشتهر بذلك من الآئمة أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري أبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد حسان بن محمد القراشي أماكن وقوع الزيادات تقع الزيادة في المتن قد تكون بزيادة كلمة أو جملة وتقع كذلك في الإسناد برفع موقوف أو وصل مرسل حكم الزيادة في المتن اختلف العلماء في حكمها على أقوال منهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من رد الزيادة من راو الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام وهو تقسيم حسن وافقه عليه النووي وغيره وهذا التقسيم هو أولا زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها القبول لأنها كحديث تفرد برواية جملة ثقة من الثقات القسم الثاني زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد كما سبق في الشاد القسم الثالث زيادة فيها نوع منافاة نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في أمرين إما تقييد المطلق أو تخصيص العام وسكت ابن الصلاح عن حكم هذا القسم وقال النووي والصحيح قبول هذا الأخير أمثلة للزيادة في المتن مثال للزيادة التي ليس فيها منافاه ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث ولوغ الكلب ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش وإنما روه هكذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة فتقبل تلك الزيادة مثال للزيادة المنافية زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب فإن الحديث من جميع طرقه بدون هذه الزيادة وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما أما مثال للزيادة التي فيها نوع منافاه فما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة تربتها ولم يذكرها غيره من الرواه وإنما رووا الحديث هكذا وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا حكم الزيادة في الإسناد تنصب الزيادة في الإسناد على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الوقف مع الرفع أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاث خاصة مثل المزيد في متصل الأسانيد هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال الزيادة في الإسناد أولا الحكم لمن وصله أو رفعه أي قبول الزيادة وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين الرأي الثاني الحكم لمن أرسله أو وقفه أي رد الزيادة وهو قول أكثر أصحاب الحديث الرأي الثالث الحكم للأكثر وهو قول بعض أصحاب الحديث الرأي الرابع الحكم للأحفظ وهو قول بعض أصحاب الحديث أيضا مثال على ذلك حديث لا نكاح إلا بولي فقد رواه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا ورواه سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق مرسلا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم